اشتركوا في القناة تنصرف إلى أي شيء من دون الله فاعلم أن الإيمان ناقص ولذلك أي حاجة تأتيك وأي مصيبة تنزل بك ولو كان عندك قدرة على دفعها فليكن عندك يقين أن لا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم إياك أن تعتمد على مالك أو على قوتك أو على قدرتك ولكن اعتمد على الله وحده ولا شريكه فكيف بالسحرة والمشعودين والله لن يغنو لك من الله مثقال ذرة أو مثقال خردن فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفيك وهو الذي يعافيك وهو الذي يهمك وهو الذي يزيل همك وهو الذي يغمك وهو الذي يزيل غمك فاعتقد في الله وحده ولا شريكه أما السحرة فإنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله وكم من ساحر خيب الله ظنه وقطع سحرة وجعله وبانا عليه في جل أمره فكنا أخي في الله قوي اليقين بالله عز وجل سبحان الله يذهبون إلى السحرة والمشعودين يخسرون الأموال والأوقات ويعلقون القلوب بمن لا يسمن لهم ولا يغني من جوع وكل الأمر يقف عند لحظة الواحدة يدعو فيها ربه ويستغيث بالله جلد يتركون الله الذي بيده النفع والضر ويستغيثون بمن عداه نسى الله السلامة والعافة فنعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم من هذا البلاء والله ما حضر الموت لإنسان يعتقد أن الساحرة ينجيه من عذاب الله أو ينجيه من همه وغمه من دون الله إلا كان مشركا والعياذ بالله خرج من الدنيا والجنة عليه حرام فمن نواقض لا إله إلا الله أن تعتقد النفع والضر في من عدا الله اعتقد النفع والضر بالله جل جلاله ولو كان الإنسان من أصلح عباد الله فإنه لا يسمن ولا يغني من نفسه من جوع فكن قوي اليقيم بأنه لا ينجيك من الله إلا الله فلا أحد يغني لأحد من الله شيئا أذكر ذات مرة رجلا نحسبه من الصالحين كان عنده رجل ساحر ولم يكن يعلم بأنه ساحر كان عنده في مزرعته فجاء هذا الساحر وكان يسهر بالليل ويفعل بعض الأفعال المريبة فانتبه له بعض العمال الذين معه فأخبروا رب المزرعة وصاحبها فجاء إلى هذا الساحر واكتشف أمره فقال له لن تبقى عندي لحظة واحدة وكان رجل عنده إيمان قال له أبدا ما يمكن أن تبقى عندي فقال له الساحر سأضرك قال لو علمت أنك تضر وتنفع من دون الله ما أخرجتك من مزرعته وبيني وبينك الله الذي لا رب سواه خرج هذا الساحر يقول الأخ الحقيقة أصابني بعض الخوف من هذا الساحر يقول وشاء الله عز وجل أنني تلك الليلة جلست أتضرع يقول ما جاءني النوم أتضرع أتضرع وأنا أقوم وأصلي والله يا إخوان إنها لعبرة ففي فجر ذلك اليوم وأنزل الساحر في مكان معروف في المدينة أنزلوه وكان الساحر ما عنده يقام هذا الكلام قبل عشر سنوات فعلى أساس أنه يكفى شره وهمه فذهب إلى بيته وتضرع كما قلنا واشتكى إلى الله وصل الفجر وذهب إلى دراستي يقول فمررت بالحي الذي أنزلت عند قريبه فيه إيوالله يا إخوان وإذا بالناس مجتمعة في السكة والطريق ما بكم يقولوا الحادث يقول ما من عادة أنزلوه وعرى الحوال وأنا ذاهب إلى الدراسة يقول فنزلت وإذا بصاحبي قد ضرب على الأرض والدم يسير من أذنه ومن أنفه ميتا على الأرض ما أحد يغني لأحد من الله شيء لكن المشكلة أننا ما قدرنا الله حق قدره ولا عظمنا الله حق تعظيمه وللتجعنا إلى الله حق نجيه فليكن الإنسان على يقين أنه لا ينفعه ولا يضره أحد من دون الله قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فنسأل الله العظيم أن يصرف قلوبنا وقلوبكم إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى ترجمة نانسي قنقر